زيزو مكمل مع الزمالك وبعلك بت�ngي بقول خبر النهاردة من الزمالك هينظر في عروض زيزو وفي نفس الوقت الزمالك مش ناوي يستخدم عاد زيزو هل الزمالك مش هيستخدم عنه زيزو حتى لو زيزو جاهله رقم كبير فاجر نفس الموضوع اللي فاتن انا بقولك فيه اتاجهين جوه الزمالك مافيش اتاجهين جوه الزمالك انا يمكن كان فيه مكالمة النهاردة مع اهد المصادر بخصوص زيزو يعني وعايز اقولك انها عندي كلام كتير بس نخلي بعض المعلومات دي لما هو بعد مبارات النصر لان هي يعني هتبالور بشكل كبير بعد المطش هقولك اللي دلوقتي ممسوك على الارض واقعي وهقولك انا هقولك ايه بعد مطش النصر يعني هديك طرف الخطف الاخر يابني انت الفوزير دي يابني بالتوئة طيب رئيس من دي السمالك مش عايزي بعزيزه عشان الجمهور هو شايف ان خروج زيزو من ناتذ زمالك معناها انك بتخسر جمهور الزمالك تماما انك بتفرط في نجب الفرقة وان زيزو بالنسباله اهم لعيب في الفرقة ويعتبر كابتن الفرقة هو اللي بيحل المشاكل نا مش بالنسباله هو فعليا اهم لعيب في الفرقة دي حقيقة زيزو لعيب كبير طب بالنسبالنا كلنا بالنسبال الجميع لا كل المتابع يشوف نزيزو بالنسبال لقدارت الكرة هتحسبها حسبتين ولو زيزو خرج بتلاتة اربعة مليون دولار انت هتحلك كل المشاكل طب هتجيب مين ما كان زيزو هتشوف البدايل دلوقتي انت عارف النسوء اللي انتقلات تقريبا في المراحل الاخيرة مش في المراحل الاولى اللي بيتفق يعني احنا اللي اتفق اتفق اه اللي اتفق اتفق بعد شوية لما نتكلم عن الانديها الاخرى اللي هي خارج اللي قال له زمالك هتلاقي انتقلات كتير بتحصل في المركاتو والزمالك واقف مكانه انت علامة زمالك يبتدي يفق موضوع القيد هتلاقي كل اللي عيبة تسكنت فبالتالي التفريط في زيزو هيكون صعب طيب سؤال اهم هو زيزو عنده ايه صح اللي عند زيزو ايفيرتون ايفيرتون الانجليزي ايفيرتون انا مجد انا عايز اقول لك ان الموضوع وصل لدرجة ان هما بيقدموا على تصريح عمل ويشوفوا زيزو متوافق مع المطلبات ولا لا حلو ولكن الفكرة نفسها زيزو بقى نفسه انا قلتلك اعلى اسم انا عايز اقول لك ان فيه وكيل جايب له نانت الفرنسي فيه وكيل كان جايب له بالمناسبة فيه مسؤول نادي تركي وصل القاهرة من اسبوعين قعد اربعة يام في القاهرة عشان يخلص زيزو لم يقابله احد في نادي الزمالك لم يقابله احد في نادي الزمالك الزمالك قال له لا زيزو مش للبيع اللي تقلو وش كده من نادي الزمالك احنا مش هنقعد معحد احنا قسفين زيزو غير معروض في سوق الانتقالات ومش للبيع وده كان رد اقدارة النادي اللي هو رد رئيس نادي الزمالك ان انا مش عارس زيزو لبيع وانا مش هفرط في زيزو زيزو نفسه عايز ايه زيزو عايز بعد انتهاء البطولة العربية الزمالك يقول له ان انا هابنى عليك زيزو عط النادي محتاجك انا هابنى عليك مستقبلا امورك المادية هتمشي بشكل كويس لان انا عايز اقول لك على حاجة زيزو بالمناسبة يعني من اللعيبة يعني ما بتتكلمش كتير في موضوع الماديات بس بالتأكيد ليه متأخرات كتير فهو محتاج جلسة لا انا فيه سؤال مش قادر يستناك انا عايز اسمع الكلام بشي قادر يستناك انت تقول لي زيزو رغبته انه يبقى موجود في الزمالك ويتبني عليه فرقة ويتجيبه عناصر كويسة وكده صح كده؟ ضحي طب لو عنده عرض من ايفرتون عرض حي خلي بالك الموضوع بتاع ايفرتون واستعلام بيشوفه متناسب معاهم مفيش كلام جد بلك لو جي عرض رسمي وقتا يفكر صح كده بس مش يفكر برد انا عايز اقول لك ان القرار الاول حتى الان عن بيزيزو انا محتاج اكمل في الزمالك انا بتحول دلوقتي لايكونة فكرة الاحتراف لو جي ايفرتون هفكر لو جي ايفرتون على الارض اكيد هقعد وفكر لكن فكرة الكلام انا بقول لك خد بالك لا لا وحلو انه يبقى عنده الشعور ده مع نادي الزمالك وحلو انه عنده وفاء ولاق لنادي الزمالك زيزو خلي بالك في حاجة جدا انهم بتكلمش عنها او حتى المقربين او المحوطين احتراما لجمهور نادي الزمالك طبعا رغم انه هو بيمر بمشاكل كبيرة من فترات طويلة زي ايه لا اكيد لا علاقة بالمستحقات يعني نادي الزمالك من الواضح للجميع مش معلومة انه عنده مشكلة مادية بقى له فترة طويلة فبالتأكيد نفس المشكلة عند اللعيبة عند المدرب عند الجهاز عند 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 وعلى الرغم من اللي بقدمه زيزو ما سمعتش انت في يوم انه هو اشتكى النادي او قالك انه هافسخ العقدة رغم انه فيه لعيبة في الفرقة بعتت انتظارات في الفترات زي سفي الجزيرة وموجود اساس في الفرقة زيزو احترم اللي بقدمه له جمهور الزمالك خلاها ينسى حاجات كتير جدا بس او محتاج يتطمن يا كريم يعني في كل احوال العيب مهم زي ده وراء عيب رقم واحد في انت زمالك محتاج بعض البطولة العربية ان يحصل معاه جلسة يتقلوا رسمي ان احنا مش هنفرط فيك احنا هنبني عليك السنين اللي جاي عايزين النفس على كل البطولات ده اللي زيزو محتاجه بالتأكيد محتاج ان اموره تتضبط